موسيقى وليس مكملين في وان توان انت لحنت لأسماء كبيرة جدا حمائي، شيرين، عمر الدياب مين اللي ممكن لو طلب منك لحن دلوقتي اوكاي من غير اي شروط وتوافق والله كلهم كل النجوم دي جميلة وانا بحبهم وبحترمهم جدا لا مش عايزين تبلوماسية لا مش تبلوماسية والله بس ما انا جايلك فا هكمل استني علي بس سبوي يعني هو بس يمكن حمائي بحكم الصداقة والعشرة اللي بيني وبينه والمواقف اللي بيننا الكتير والاغاني بيننا الكتير فهيبقى عنده الاولوية شوية اوكاي يعني عشان ابقى حقان يعني ننقل بقى من التلحيل للتمثيل مين اول حد امن بيك؟ اه اول حد امن بيا اه اه يعني قالك بنا تعالى مثل اديك اول دور هي أول فرصة أول فرصة أول فرصة كان مسلسل شرباطلوز مع أستاذة يسرة طبعاً عظيمة وأستاذ خالد مراي المخرج طبعاً فدي كانت الخطوة اللي صدقيني والله ما كانش فيها ولا وسطة ولا عشان أنا أحمد صراح حسني لعيب الكورة أنا رحت بعد ثلاثة أو أربع سنين من دراسة التمثيل كان في مساعد مخرج اسمه طارق خليل كان شافني في يعني رحت أنا بدرس في حتة معين مش عايز أقولها بس عشان تبقاش أعلين يعني عند حد معين وشافني في الترايل كذا مرة واقترح اسمي في الدور فلاقيته بيكلمني بيقول لي عندك بكرة تاست يعني تاست كاميرا وهنعمل لك ترايل في مسلسل أستاذة يسرة ورحت وعملت الترايل مع أستاذ خالد مراي وداني مشهد قريته وبعدين عملت تاست كاميرا وفجأت بي بيقول لي أنت دور بتاعك وهتخش ودي يمكن الخطوة الأولية هو البني قدم عمتاً بيبقى محتاج فرصة إحنا كلنا بندور على الفرصة صح؟ المفروض ندور عليه هو أن أنت تبقى جاهز للفرصة لما تيجي تبقى أنت جاهز زي ما أنت بتقول فأنا لو ما كنتش جاهز لو كنت اعتمدت على أن أنا أحمد صلاح حسني العيب الكرة السابق الحليوة الطويل اللي مش عالف إيه كنت ممكن أخذ الفرصة ولكن ما نجحش فيها